منصة الكمبس الحوارية زيادة المعرفة بقوانين حرية التعبير وتفسيراتها هل السويد مهتمة بسمعتها الخارجية فقط؟ وهل تتعامل السلطات السويدية مع الجمعيات الإسلامية من منظور أمني وتدير ظهرها لهم؟ خصوصا في هذه الأزمة الجديدة التي ظهرت بعد تكرار منح تصاريح لحرق المصحف رغم ردود الفعل الغاضبة والإدانات الدولية الواضحة كيف يمكن للمتضررين من تطبيق القوانين التي تسمح بحرق وإهانة الكتب المقدسة أن يؤثروا معا مسلمين ومسيحيين ومن طوائف أخرى ليكونوا صوتا قويا ومسموعا يدفع باتجاه إعادة النظر في تفسير قوانين ولوائح حق تنظيم المظاهرات دون المساس بمبدأ حرية التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية هذه الأسئلة وغيرها كانت موضوع ندوة نظمتها منصة الكمبس الحوارية الكمبس بانيل وجمعت شخصيات دينية وقانونية وسياسية تحت عنوان دور منظمات المجتمع المدني في الحراك الهادف إلى منع إهانة الرموز الدينية الندوة تضمنت محاور عدة منها دور الإعلام المسؤول خصوصا في هذه الأزمة المسؤولية تعني المصداقية تعني عدم الانسياق وراء أي أجندات وراء أي تحريض محاور الندوة تضمنت أيضا الوضع القانوني الإمكانيات أمام المشروع السويدي لمنع إهانة الرموز الدينية إذن أنا اعتبرت جاوزنا مرحلة حرية التعبير على الرأي صار الآن هجوم على الأفراد اللي ينتمون إلى هذا الدين فإذن الفكرة هي الآن أنه عندما قدمنا لأسبوع الماضي الدعوة على هذا الشخص كان أنه طلبنا من المدعي العام رجاء أنت ادرس هذا الوجه لحتى تعرف أنه هو الهجوم ليس فقط حرية التعبير عن الرأي بل أصبح تحول إلى هجوم على أفراد صار كراهية فإذا المدعي العام وافق على هالفكرة هذه الخطوة اللي لازم نمشي بها وشهدت الندوة حديثا عن دور الكنائس الدافع نحو هدف منع إهانة المقدسات هالعمل الشائن اللي صار بالتأكيد يمسنا كلياتنا لأنه عمل ضد الديانات والشخص اللي قام في العمل هذا أكيد ما عم يشتغل لحاله أكيد فيه ناس وراه فيه ناس يريدوا يقولوا كوي الديانات ما كويسي الديانات تضرب بعضها الديانات تودى إلى صراعات وحروب شان هيك هن يريد يستفيد من هالشي وبحثت الندوة طرق الوصول إلى السياسيين وهدف تقوية مفهوم المواطنة الشاملة طبعا عن طريق الأحزاب السياسية لازم نتواصل معهم بكل الطرق أنا أعرف واحد قاعد في البرلمان أحكي معه أخليه هو يعرف الفكرة بتاعتي لأن للأسف مش كل اللي قاعدين في البرلمان السويد اللي هم بيشرعوا الدستور وأنا كنت واحدة منهم سابقا ما بيعرفوش الوضع اللي هو فعلا اللي هو في الآن اللي هو إحنا عامة الشعب حاسين به المواطنة الشاملة تعزيز التنوع احترام الخصوصية والاتفاق على المشتركات الإنسانية وبناء الجسور أنا أقول كالتالي يجب أن يكون هناك حراك شعبي مستمر متصاعد في البلد هناك في حكومات في الوطن العربي وغير وسقطت من مظاهرات في ميدان الندوة ناقشت أيضا عمل الجمعيات والاتحادات الإسلامية وصار التعامل مع المؤسسات الإسلامية تعاون الأمني فنحن ندعو إلى بمد الجسور وفي لقائي مع المسؤولين ومع السياسيين نقولهم من أخذ قرار لاستقبال مئات الألاف من المسلمين ما أنتم ثم فكرنا بعد انتهاء السبعينات والثمانينات في تأسيس عمل يجمع كل المسلمين فأسسنا مؤسسة مستقلة هي المجلس الإسلامي السويدي والتحق غالبية الاتحادات الإسلامية تحت ما ظلت هذا المجلس ما هي المشاكل أنت سألت عن المشاكل ما الذي أدى إلى ما نحن فيه اليوم صحيح والله لا بد أن ندرس هذا نحن كجمعيات إسلامية إذا كانت فعلا العلاقة مع السياسيين قائمة وجيدة فما هي الأسباب أن نقول فقط لأنه انتشر اليمين المتطرف ونضع المسئولية على الآخرين أراه من الخطأ الندوة التي كانت مقررة فقط لخمسة عشر شخصية حضرها حوالي خمسة وأربعين شخصا شارك عدد كبير منهم بمداخلات وتوصيات وترحي مبادرات في حوار من أجل تبادل المعرفة وزيادتها خصوصا حول كيفية استخدام الأدوات الديمقراطية الفعالة للتغيير